شهد رئيس مجلس الوزراء مرسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي العدل والتخطيط بشأن التعاون في مجالات الحوكمة وتطوير الإداري ودعم بناء وتطوير القدرات البشرية ويأتي هذا في إطار همية الدور الذي يقوم به المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة في الارتقاء بمنظومة الخدمة المدنية وتمكين كوادر الجهاز الإداري للدولة من إدارة موارد الدولة بشكل كفء وفعال وتحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030